الآن ننتقل إلى تشخيص تعفن القدم في الضأن إذن العدوى وبالتالي الأعراض السريرية تبدأ عندما تتمركز بكتيريا دايكيلوبكترنودوسيس في الجلد ما بين الضلفين مسببة التهابا الرابطة الجلدية القرنية الجلدية القرنية تبدأ بالتأكل تبدأ بالتأكل ويبدأ الظلف بالارتفاع أو الانتزاع أعراض الفطرة أعراض تعفن القدم أعراض تعفن القدم ممكن تكون من إحمرار بسيط ما بين الظلفين إلى الإنقلاع الكامل الإنقلاع الكامل القلع الكامل عفونا القلع الكامل للظلف ثم البكتيريا تبدأ بالانتقال إلى ما تحت الظلف مسببة انفصال في الظلف عن الجدار الخارجي للظلف الحيوانات ماذا نرى عليها كأعراض سريرية خارجية تبدأ الحيوانات بالعرج وتعرض الأعراض السريرية الأتية كآثة يعني كليجن تعرض الأعراض التالية الفضاء الذي هو ما بين الظلفين هذا يصبح ملتهب يصبح أحمر ويصبح رطب ثم ماذا المرحلة التي بعدها ثم تتكون لدينا مادة مثل الغراء لونه رمادي ما بين الظلفين ثم تبدأ الظلف يبدأ بالإقلاع بالإقلاع عن الأنسجة الحية التي تتمركز داخل الظلف داخل الظلف تماما عندها الرابطة الجلدية القرانية نعلم كلنا أين توجد الرابطة الجلدية العاصمية هي تلك المنطقة الفاصلة ما بين الجلد وما بين الظلف إذن ثم يصبح لدينا إنقلاع للظلف إنقلاع للظلف حول الكعب حول الجهة الأرضية الجهة الأرضية للظلف يعني الجهة أو الواجهة التي تلمس الأرض عندما يمشي الحيوان بأقدامه عند الحيوانات أيضا يكون لديها رائحة كريهة في القدم في بعض الأحيان لما الطبيب الفاحس يقترب من الحيوان ويشم رائحة كريهة قبل ما يمسك الحيوان أصلا قبل ما يلمس الحيوان أصلا يشم فيه رائحة كريهة ولهذا سمي هذا المرض في الإنجليزية بفاول سميل فاول اندفوت فاول اندفوت فاول يعني باللغة الفرنسية فيتيد نوزيابوند رائحة كريهة نفاذة بسبب أن البكتيريا هذه تفرز أنظيمات تستطيع هدم هدم الرابطة الجلدية العصبية هدم الرابطة الجلدية العصبية وبالتالي يحدث نيكروز هذا النيكروز معروف أنه دوما النيكروز عنده رائحة كريهة على عكس البيوريليشن البيوريليشن التي نراها في الأبسس الأبسس لا يكون لدينا رائحة أما في النيكروزيس في النيكروزيس يكون دوما لدينا رائحة كريهة هذا الرائحة الكريهة هي التي تعطي 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 للقدم تعطي للمرض هذا الاسم فون ان ذو فوت رائحة القدم الكارهة العوامل التي التي تدخل في 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 شدة الأعراض السريرية وفي أنواع الأعراض السريرية هناك أربعة عوامل هي الأول هي البيئة في البيئة أيضا لدينا البيئة والرطوبة مع بعض ودرجة الحرارة إذن البيئة فيها الرطوبة ودرجة الحرارة في المرعاة إذن لدينا ضراوة البكتيريا وبالتالي تختلف الضراوة على حسب السيروطايب على حسب نوع المصل للديكلوبكترنودوسيس السلالة السلالة ويختلف على حسب كثافة الحيوانات كثافة الحيوانات كم يتوجد كم يوجد من قطعان من الناشية في منطقة أو في مساحة دوما هذا عبارة عن عبارة عن عامل خطر كلما تزيد عدد الحيوانات في منطقة في نفس المكان كلما تزيد فرص انتقال هذا المرض ولدينا أيضا مع هذه النقطة الأخيرة لدينا نسبة الحيوانات المصابة كلما تزيد نسبة الحيوانات المصابة في القاطع الواحد تزيد نسبة فرص الانتقال المرض ماذا يحدث بعد الكنطامينيشن بعد الكنطامينيشن بعد العدوى الجرثومية الظلف يواصل النمو ويتقوقع يتقوقع على نفسه مشكلا مشكلا جيب من العدوى من العدوى داخل الظلف مما يجعل التشخيص صعبا ثم ماذا يحدث يحدث ان الظلف يحدث نمو جديد للظلف عادة ما يكون هذا النمو مشوه اذا عندما نلاحظ ان هناك لدينا عدوى بكتيرية جرثومية بكتيرية جرثومية من نوع بكتيرية ويصاحبها تشوه في الظلف نشوك نشوك في في الفترة في المراحل الجفة في بعض في بعض الأوقات الجفة المرض بصفة طبيعية يعني بدون علاج قد يتضاءل قد يرجع إلى الخلف العدوى العدوى ايضا تتناقص شيئا فشيئا ولكن العدوى دوما تكون تكون ثابتة يعني البكتيرية تكون ثابتة في القدم تكون ملتسقة جدا بالقدم تكون ملتسقة جدا بالقدم خلال المراحل الجفة انتشار المرض يكون معدوما وبالتالي الأعراض السريرية لهذا المرض تكون قليلة إذن الإصابة بتعفن القدم يجعل الذباب هجوم الذباب فلاي يعني ذباب سترايك يعني هجوم هجوم الذباب كلمة واحدة كلمة واحدة مركبة فلاي الذباب سترايك الهجوم هجوم الذباب على ووضعه البيوض على البيوض واليعلقات الأعلى على الآفة ما بين الظلفين يتطور لدينا إذن مياس بوضال بوضال مياس بوضال مياس بوضال مياس هجوم الذباب مياس هجوم الذباب هي معروفة أنه تجعل الحيوان شديد العرج ويتألم كثيرا فحص الحيوانات من أجل الفوت روت من أجل الفوت روت إذن التشخيص بسبب أنه بسبب أنه المرض جد حاد وجد شديد ومؤلم للحيوانات وينقص من الإنتاجية الإنتاج والإنتاجية للقاطع للمزرعة بالتالي التشخيص هو ضروري تشخيص ضروري أول شيء لأنه ذلك أنه الفوت روت في بداية المراحل قد يختلط مع أمراض أخرى قد نذهب إلى تشخيص قد نذهب بتشخيصنا إلى أمراض أخرى ويكون المرض حينئذ الفوت روت وبالتالي نصبح نعالج الحيوان نصبح نعالج الحيوان على أساس مرض آخر وبالتالي الفوت ره ينتشر أكثر فأكثر كل ما ره يزيد الوقت كل ما ره الفوت ره ينتشر لأنه كما قلنا الفوت ره هي مرض شديد العدوى إذن كلما يكون التشخيص مبكرا ويكون التشخيص صحيحا كلما نستطيع القضاء على المرض نستطيع القضاء على المرض والسيطرة على المرض يجب فحص عدد حيوانات في نفس القاطع فحص العدد كبير أكبر ما يمكن من أفراد القاطع ذلك أنه فحص حيوان أو إثنين في القاطع ممكن أن يؤدي إلى تشخيص خاطئ مغلوط وبالتالي علاج غير مناسب أيضا يجب تحديد تحديد ضراوة 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 البكتيريا دايكلوبكترونوضوسيس ضراوة السيروطايبس وذلك عن طريق الأعراض السريرية كيف نقوم بذلك نقوم بفحص الحيوانات على مختلف عدة أسابيع ونرى تطور الآفات ونرى تطور الآفات نرى تطور الآفات تطور الآفات في حالة الفيرلينت فوتروت عن البيناين فوتروت أنه الفيرلينت فوتروت يكون تكون الأعراض السريرية جد حدة والآفات جد شديدة جد جد يعني جد 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 يكون الحيوان متضررا فيها كثيرا في الفضاء ما بين الضلفين أما في البنين فوتروت في تعافون القدم الهيئ فإنه يبقى يبقى الحيوان لديه لديه آفات بسيطة أعراض سريرية بسيطة بالمقارنة مع الفيرلينت فوتروت على مختلف الأسابيع من الفحص هذا فيما يخص نقاط عامة حول تعافون القدم أو تعافون الضلف في الأخير أقول لكم إلى اللقاء أي سؤال يمكن طرحه